الصبر أمان الصبر أمان لأنه من أس وأصل الإيمان فالإيمان نصفين نصفه صبر ونصفه شكر فالمؤمن يتعبد الله عز وجل بصبره على ضره إذا تعرض للإنسان ضر في الحياة صبر فهو مؤمن كما يتعبد الله عز وجل بالشكر على كل نعمة ينعم الحق تبارك وتعالى عليه بها الحق سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وقد ذكر سبحانه في القرآن الكريم الصبر في القرآن على نحو من تسعين موضع تسعين آية تحث الناس على الصبر وتخبرهم بمقام الصبر لأن الصبر أمان وإضافة الصبر لأي أمر هي إضافة الخيرات ورفعة في الدرجات وبها تبلغ الثمرات بل قرنه الله سبحانه وتعالى بسائر العبادات والأخلاق والفضائل فالصبر حقيقته أمان